الرئيس السيسي يواجه ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري للصالح التئات من محدود ومتوسط الدخل مدبولي يؤكد أن الهدف من تضيق قانون التصالح في مخالفات البناء هو الحفاظ على الثروة العقارية وضبط منظومة العمران المحافظون الألمان بزعامة ميركلي يتكبدون هزيمة فادحة في انتخابات محلية أجريت في ولايتين التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة تحية لكم بداية هذه النشرة ستكون مع زميلات إيمان الحويزي إيمان تحية لك أهلا بك آية شكرا لك ومشاهدين الكرام أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدود ومتوسط الدخل لدعم قدرتهم على تمويل أو تملك الوحدات اللاسكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ثلاثين عاما وفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ثلاثة بالمئة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي ومع عدد من مسؤول البنك اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي وسيد جمان نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي وسيد رامي أبو نجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقضي وسيدة مية أبو نجا وكيلي أولي محافظ البنك صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة وقد وجه السيد الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد لتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% وقد عرض السيد محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية خاصة خلال جائحة كورونا مؤكدا أن الوضع الحالي للإحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي الأمر الذي كان له بالغ الأسر في تجاوز تدعيات كورونا خلال العام الماضي حيث أسنى السيد الرئيس في هذا الإطار على أداء البنك المركزي الذي جاء متناغما مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكبا للتوجه الاقتصادي العام للدولة كما تم استعرض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام 2015 الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي 234 مليار جنيه استفادت منها مليون و 260 ألف منشأة تجارية وصناعية ووفرت حوالي مليون فرصة عمل وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك حيث تم تأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة فضلا عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016 إلى 2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل كما عرض السيد طارق عامر جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعية حيث تم إعفاء 320 ألف مزارة بأهدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيها بالإضافة إلى قيم البنك المركزي بدخ مبلغ 4.5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة وتطوير وتحديث طرق الرأية فضلا عن المساهمة في مشروع براكز تجميع الألبان الحديثة بخلاف ضخ حوالي 2.5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع السروة الحيوانية التي شملت مئات الألاف من الرؤوس الحيوانية بالإضافة إلى 3 مليار جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو وقد وجه سيد رئيس في هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعي نظرا لأهميته الحيوية في دفع القطاع الزراعي العريض على مستوى الدولة أضاف المتحدث الرسمي أن سيد الرئيس اطلع كذلك على جهود البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي والذي بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية إلى جانب مشروع مجموعات للدخار والإقراض والتي يستفيد منها قطاع عريض من السيدات حيث وجه سيادته بتطوير ذلك المشروع الحيوي وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه في كل ربوع مصر كما تم عرض جهود تطوير منظومة التحصيل الحكومي الإلكتروني بتعاون مع وزارة المالية حيث بلغ حوالي 550 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020 وذلك من خلال الشبكة المتنوعة لمنظومة التحصيل الإلكتروني وبطاقات ميزة جديدة والتي بلغت حوالي 23 مليون بطاقة متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترحيب الحكومة بكافة المستثمرين الراغبين في التوسع في الاستثمار بالسوق المصرية واستمرار العمل على تدليل كل المعوقات وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات بما يخدم الاقتصاد القومي ويوفر فرص العمل وخلال استقباله عددان من المستثمرين السعوديين أشار مدبولي إلى أن مصر بها العديد من الفرص الواعدة والتي يمكن الاستفادة منها بصورة مثلح استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ جنوب سيناء خالد فودا الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية في المحافظة واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات السياحية الجاري إقامتها حيث طالب محافظ جنوب سيناء بمد مهل التنفيذ هذه المشروعات في ضوء تدعيات جائحة كورونا وذلك للسماح لأصحابها من الانتهاء منها خلال سنة هذا كما استعرض فودا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعي التعليم والتقافة أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حول اتجاه مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية كالبنزين والسولار خلال عام عشرين ثلاثة وعشرين وذلك بعد النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام الفين وثمانية عشر وأوضح المركز إن أهم المؤشرات التي تؤكد اتجاه مصر لتحقيق ذلك تمثلت في زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بنسبة 5.4% حيث بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات وثمانمائة مليون دولار خلال عام الفين وتسعة عشر عشرين فضلا عن زيادة الاستثمارات المحلية في القطاع بنسبة 90.9% حيث بلغت قيمتها نحو 12 مليار وستمائة مليون جنيها مقارنة بعام الفين واربعة عشر عام الفين وخمسة عشر أيضا المزيد من النقاش ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسية دكتور كريم تحياتي لك في البداية ودعني أبدأ معك الحديث بهذا التمويل العقارية وأيضا البرنامج الجديد لصالح محدود ومتوسط الدخل في مصر ودعم السكن المحلي لهم على مدار ثلاثين سنة بفائدة لا تزيد عن ثلاثة في المئة أهمية ودللات هذا القرار والعائد منه سواء كانت على الدولة أو على المواطن المصري يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مزيدا من حزم التنشيط لقطاع العقار المصري طبعا إحنا يعني كما هو معلوم إن قطاع العقار المصري أجرى عام الفين وعشرين والعام الاستثناء اللي مر بيئة العالم فبالتالي كان من ضمن القطاعات التي تضررته كان البنك المركزي أيضا كان طرح من ضمن مبادراته لدعم الصناعة والزراعة وقطاع السياحة دعم مبادرة كانت تقريبا بقيمة 50 مليار لدعم القطاع العقاري أيضا استمرارا لدعم يعني السكن الاجتماعي وسكن محدود الداخل أيضا تأتي تلك المبادرة اللي تم تتشينها بعمل قروض ميسرة على 30 عام لشراء الوحدات السكنية طبعا من شأن تلك المبادرة أن تعمل نوع من أنواع التنشيط في قطاع العقارات وتعمل نوع من أنواع يعني زيادة الاستثمار في هذا القطاع الهام أيضا خاصة أن فيه اهتمام من الدولة المصرية في الفترة الأخيرة ليعني نوع من أنواع إعادة أولويات في الدعم الموجه للقطاعات الاغصادية المختلفة وبالتالي كان فيه جزء من هذا الدعم يوجه إلى الإسكان الاجتماعي سواء عن طريق الموازنة أو أيضا عن طريق المبادرات التي يقدمها البنك المركزي خاصة يعني إحنا فيه الطلب مستمر على الوحدات السكنية يعني إحنا تقريبا بيكون فيه طلب لا يقل عن مليون وحدة سكنية سنويا 70% من الطلب بيكون على الوحدات الاجتماعية ووحدات متوسطية ومحدودية الدخل طيب العائد والاستفادة للدولة من هذا القرار وكذلك المواطن المصري أيضا يعني هذا هي النقطة الأخيرة في سؤال الأول لك دكتور كريم يعني طبعا إحنا بنتحدث عن شريحة مهمة من المجتمع أغلبها من الشباب وإحنا بمنيجي بنتحدث عن معدل نمو السكان الذي يتجاوز 2% أو 2.4% أمام عدد السكان يصل إلى 100 مليون مواطن وبالتالي إحنا محتاجين أن نوفر أقصر من مليون أو مليون وحدة سنويا للمواطنين طبعا توفير تلك الوحدات في ظل يعني الظروف اللي بتمر بيها العالم أو الظروف اللي كانت بتمر بيها مصر جراء الأزمة اللي مرت بيها مصر في السنة اللي فاتت ويعني واستمرارا لتأثير تلك الأزمة اللي هي أزمة كورونا رغم أن فيه حدوث تعافي ولكن طبعا في بعض القطاعات حصل لها نوع من نوع الضرر وبالتالي إن توفير سيولة وتوفير قروض وتوفير مبادرات دي منقول عليها مبادرات تنشطية للاتصاد طبعا أنك أنت بتوفر نوع من أنواع التمويل الميسر المساهل بفايدة مقافلة جدا لا تتجاوز 3% على سنوات طويلة وبالتالي أنت بتشجع الطلب على هذا القطاع الهام طبعا القطاع العقارات هو لا يزال هو القطاع الرائد في الاقتصاد المصري وهو القطاع اللي بيوفر أكبر فرص عمل وأيضا يعني بينشط القطاعات المرتبطة بي يعني إحنا لما يزيد الطلب على الوحدات السكنية لما يتم عمل تلك المبادرات اللي هتوفر سيولة لدى المواطنين أنهم يشتروا وحدات سكنية هيحرك هذا القطاع الهام وأيضا هيحرك الكطاعات المرتبطة بي زي صناحة الحديث صناحة الأسمنت هيوفر فرص عمل صناحة الدهنات والكيمويات والسرامي كل تلك الصناعات هتكون مرتبطة بهذا القطاع الهام وبالتالي يعني كلما نجحت تلك المبادرة ده هيترتب عليه تنشيط في هذا القطاع الهام وده طبعا يعني بينعكس على باقي القطاعات الأخرى وبيسهل طبعا وبيسر للمواطنين الحصول على سكن مناسب بأسعار منافسة وده طبعا يعني لإنعكساته أيضا على الأسعار النقطة الأخرى التي أود أن أتناقش فيها معك دكتور كريم بخصوص يعني استمرار الدولة والحكومة المصرية في تذليل العقبات أمام المستثمرين سواء كانوا المحليين أم أيضا الأجانب بشكل كبير يعني هذا الأمر تحديدا وجذب الاستثمارات الجديدة لمصر يعني النتائج المترتبة منها طبعا يعني استمرارا في تهيئة مناخ الاستثمار الجيد لا تزال الدولة طبعا تسعى بقدر المستطاع لتسهيل إجراءات الاستثمار طبعا يعني حزمة من التشريعات اللي أمد بها الدولة منذ بضعة سنوات أيضا لا تزال البنية التحتية والبنية التحتية والبنية التكنولوجية تم تطويرها بشكل مستمر المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية التي يتم طرحها كل هذه بطب أمور وفرص استثمارية يجب تسوقها يعني هو ليس فقط يجب علينا أن نتحدث مع المستثمرين أنهم يعني يأتوا يستثمروا لدينا في مصر ولكن يجب أن يكون لدينا فرص كبيرة استثمارية تنافسية أيضا ونتمتع يعني أو نبتد نبرز المزايا اللي احنا بنتمتع بيها مقارنة بدول الجوار لأن في النهاية احنا ليس فقط الذين نريد أن نجزب المستثمر ولكن كل دول الإقليم تسعى إلى جذب المستثمر وبالتالي احنا لدينا فرص متنوعة سواء في مجال الطاقة سواء في مجال القهرباء سواء في المجال العقاري سواء في المدن الجديدة التي يتم تتشينها وتنفذها بشكل مستمر أيضا في مجال تكنولوجيا للاتصالات والمعلومات وفي القطاع الزراعي والصناعي واللوجستيات كما يحدث في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كل تلك القطاعات المتنوعة تمثل فرصة جذابة للمستثمرين وبالتالي يجب علينا بشكل مستمر أن نطرح تلك الفرص الاستثمرية والتحاور بشكل مستمر أيضا مع المستثمرين ومع الشركات الكبرى لأن بساعات يكون عندهم نوع من نوع التساؤلات عندهم تخوفات معينة بيبحثوا عن مزايا أكثر وبالتالي أن الحديث مع المستثمرين بشكل مستمر خاصة من الدول العربية الشقيقة ده بيبالي يعني بلغ الأثر في جذب المستثمرين وضخ استثمارات ضخمة وعملاقة كتتتجاوز المليارات في بعض الأحيان أشرت في حديث حضرتك بالمجال الخاص بالطاقة في مصر والاستثمارات في مجال الطاقة سعي مصر الدائم والهدف الاستراتيجي القريب جدا في عام 2023 في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين مثلما حدث في الغاز الطبعي في عام 2018 يعني أهمية هذه الخطوة للمصريين وكذلك أيضا لسمعة مصر خارجيا طبعا القطاقة والبترول طبعا هو من القطاعات الرائدة في مصر احنا تحولنا من دولة كانت يعني مستوردة بنسبة 65% من منتجاتنا البترولية في عام 2015 و2014 إلى دولة يعني بننتج أكثر من 65% من منتجاتنا يعني يمكن إحنا لو تحدثنا إلى لغة الأرقام سوف نجد على سبيل المثال إن إحنا منذ بضعة سنوات كنا يعني بنستورد ما يقترب من 3 مليون طن سنويا الآن يعني مع نتيجة الاستثمارات التي حدثت في هذا القطاع على هم أصبحنا نستورد نصف هذه الكمية يعني مليون ونصف طن سنويا من المنتجات البترولية بيتم استرادها كانت في عوائق بتواجه قطاع البترول في مصر زي على سبيل المثال إنخفاض الاستثمارات على سبيل المثال تقادم المصافي عدم القدرة على إنتاج مواد بترولية عالية الجودة ولكن منذ عام 2016 عندما تم التوجه إلى عمل استراتيجية الاكتفاء الذاتي في مجال المواد البترولية حتى نصل الاكتفاء الذاتي في عام 2023 تم تنفيذ ما يقترب من 30 مشروع في مجال إنتاج المواد البترولية تم ضخ استثمارات تقترب من 440 مليار جنيه مصري يعني تم عمل مجمعات تكرير ومجمعات بترولية جديدة في أصيط على سبيل المثال في الإسكندرية في القاهرة أو زي مجمع تكرير مسترد مثلا الذي افتتحوا الرئيس منذ بضعة أشهر كل هذه المشاريع طبعا في النهاية بتهدف إلى زيادة إنتاج مصر من المواد البترولية المقررة أيضا في مجال التنقيب وفي مجال البحث والاستكشافات طبعا حصلت طفرة في زيادة إنتاج مصر من الطاقة يعني على سبيل المثال في عام 2020 وصل إنتاجنا من المواد البترولية إلى 76 مليون طن مكافئ 30 مليون طن زيت خام ومكسفات و45 مليون طن غاز طبيعي عندما كنا يعني منذ بضعة سنوات كان إنتاجنا من الغاز الطبيعي بالسالب أو كنا بنستورد غاز طبيعي الآن أصبحنا ننتج ما يقترب من 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا مصر أصبحت من الدول رقم 13 عالميا في تصدير وإنتاج الغاز الطبيعي وأيضا أصبحنا الثاني أفريقيا وأصبحنا مركز إقليمي للطاقة في مجال الغاز الطبيعي أيضا مع زيادة كفاءة وجودة منشآت التكرير والمصافي المصرية كان عمل اتفاقية مع الجانب المصري مع الجانب العراقي لإستراد 2 مليون برميل من بترول البصرة عالي الجودة يتم تكريرهم في مصر لصالح الجانب العراقي مقابل نسبة من تلك المنتجات كل دي طبعا بتبأ أمور بتساعد بشكل أساسي في زيادة إنتاج مصر من المواد البترولية المكررة وحصول على أكثر قيمة مضافة من هذا القطاع الهام أيضا بحكم توجه الدولة المصرية إلى الاحتياط الاستراتيجي يعني إحنا ليس فقط عندما نتحدث عن الاحتياط استراتيجي نتحدث عن الاحتياط النقدي ولكن أصبح لدينا احتياط استراتيجي من كل المواد الأساسية اللازمة للدولة المصرية خاصة بعد أزمة كورونا كان يعني أعلن سيد الرئيس عن إنشاء في عام 2020 المشروع القومي للمستودعات البترولية وبالفعل يعني قامت الدولة المصرية بالفعل الآن تقوم بإنشاء مستودعات عملاقة في الصحراء الشرقية ما يقترب من الـ 24 خزان عملاق تخزن ما يقترب من الـ 27 مليون برميل بترول يتم الاستفادة منهم في وقت حدوث أزمات وبالتالي يمكن الدولة المصرية تسير على قدم وصاق في تنفيذ مشاريع عملاقة واستثمارات ضخمة ليس فقط في مجال البترول والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي ووجود احتياطي استراتيجي هام يتم الاستفادة منه أو الاستعانة به في وقت الأزمات ولكن أيضا في كل التطاعات الأساسية زي الزراعية والزراعة والصناعة والمواد الغذائية الأساسية أيضا أستاذ الاقتصاد السياسية دكتور كريم العمدة شكرا جزيلا لحضرتك جدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد أن الهدف من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران جاء ذلك خلال اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والإسكان وعدد من مسؤولي الوزارتين حيث أكد مدبولي أن تطبيق القانون يهدف أيضا للحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن من العقارات والوحدات السكنية مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها من جانبها أكد وزير التنمية المحلية أن إجمالية الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح بلغت مليونين وسبعمائة ألف طلب هذا استعرض لاجتماع موقف مشروع قرى الظهير الصحراوي حيث تمت الموافقة على نقل لا يدقر الظهير الصحراوي إلى المحافظات للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بها واستغلالها استغلال الأمثل على أن يتم إعداد مشروع القرار الجمهوري الخاص بذلك أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبوري أهمية الإسراع في وضع تصور للكيان المؤسسي الذي سيدير منطقة القهرة التاريخية ومشيرا إلى أن هذا الكيان ستكون له صلاحيات كاملة جاء ذلك خلال اجتماع مدبوري مع وزير الإسكان ومسؤولي الوزارة واستشاري أي المشروع مشروع تطوير القهرة التاريخية وممشى أهل مصر حيث وجه مدبوري أيضا بإعداد مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع واعتماد مخطط مروري للمنطقة ومسارات للمشاه كما أكلف بإجراء حصر شامل للأماكن خريبة والمناطق الفضاء وملكيتها للاستفادة بها في أعمال تطوير وأضف مدبوري أن الأعمال الاستشارية للمشروع تتضمن إعادة إحياء المباني التراثية ذات القيمة وإعادة توظيفها لدمجها في النسيج العمراني التاريخي وأيضا في نفس السياقة تبع مدبوري الموقف التنفيذي للمراحل الأولى والثانية والثالثة لمشروع ممشى أهل مصر كما استعرض بعض التحديات والمعوقات في بعض مواقع المشروع حيث شاهد الاجتماع طرح الحلول المناسبة لتذليل هذه العقبات نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا باشتراك الفرقات المصرية السجم الفاتح مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول في نطاق مصرح العمليات للأسطول الجنوبي وقال المتحدث العسكري أن التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة مضيفا أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة ذات الطابع القتالي والتي تحقق الاستفادة القصوى لكل الجانبين يأتي من ضمنها التشكيل ستائر الحراسة القريبة والبعيدة مع تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن التشكيل بالإضافة إلى إجراء إبحار ليلي مشترك ما أظهر قدرة الوحدات البحرية المشتركة على صد التهديدات المختلفة ليلا ونهارا وأوضح أن الجانبين قام بتمرين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات المصرية والفرنسية المصاحبة وأيضا التدريب على تنفيذ إجراءات الأمن البحري بمناطق العمل للمزيد من النقاش ينضم إلينا هاتفيا اللواء بحري أركان حرب أحمد محمد الصادق مدير الكلية البحرية الأسبق أهلا بحضرتك سيادة اللواء إذن بنتحدث عن فرنسا من أكثر الدول اللي بتجري بالفعل هذه التدريبات المشتركة مع نصر بكل تأكيد يعني ما مدى أهمية هذا التدريب في رأي حضرتك مساء الخير أفنم مع حضرتك وعلى السادة المشاهدين طبعا الخطة الموضوعة بمعرفة القيادة العامة لقوات المسلحة الغرض منها الارتقاء بمستوى التدريب القتالي للقوات البحرية المصرية وده بيتم في إطار تعاون مع دول الصديقة والدول الشقيقة القوات البحرية الأسطولي الجنوب ينفذ تدريب مع القوات البحرية الفرنسية التدريب يسمى تدريب عابر أسلاء تنفيذ مهمة معينة يقوم بها هذا التشكيل بتخش مع الوحدات البحرية المصرية في تنفيذ هذا التدريب شارك في هذا التدريب سجم الفاتح وأحب أنوه للسادة المشاهدين أن كلمة السجم دي تعني تفينة جمهورية مصر العربية ودائما نحن بنسمحها في التشكيلات البحرية اللي بتقوم بتدريبات مع الدول الصديقة والشقيقة سجم الفاتح دي سفينة شبحية لها قدرة كبيرة على الاختفاء وعدم الرصد نفذت التدريب داما مجموعة القتال المصاحبة لحملة الطائرات وحملة الطائرات برضو شارك دي جولي حتكلم عليها في عجالة هي طبعا بتنفيذ هذا التدريب في مصرح العمليات من الأسطولي الجنوبي التدريب ده تم تنفيذ عديد من الأنشطة في هذا التدريب تدريب مشترك وله طبع قتالي الارض منه تحقيق الاستفادة القصوى وتبادل الخبرات بين الجانبين الفرنسي والجانب المصري بالنسبة للقوات البحرية طبعا لما اتكلمنا عن موضوع الستائر الحراسة اللي بتتم أسناء بحار السفينة شارك دي جول فيه نطاق الحراسة دي بتبني النطاق القريب والنطاق البعيد بينظم فيها جميع أنواع الدفاعات عن هذا التشكيل طبعا احنا بنكتسب والقوات البحرية الفرنسية بتكتسب تبادل خبرات بين الجانبين القوات البحرية الفرنسية والقوات البحرية المصرية لما اقول ستائر الحراسة دي الكلمات دي تعني مجلول كبير للمقاتل البحري المصري تعني أننا بحمي المحاملة في الطائرات من أي تهديدات سواء تهديدات من الصفح أو تحت الصفح تتم بمعرفة الغواصات أو بمعرفة طائرات فأنا بقش من ضمن هذا التشكيل لأنفذ تدريبات الحماية وبالتأكيد بينعكس عليك إلى الطرفين المصري والفرنسي أشكر جزيل الشكر لواء بحري أركان حرب أحمد محمد الصادق مدير الكلية البحرية الأسبق وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية حيث أسفرت تلك الجهود خلال أسبوع في مجالي الأمن العام والمخدرات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط خمسمائة وسبعة عشر عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق تسع عشر مدرية أمنة والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها خطف وقتل وشروع في قتل ومخدرات وسلاح وحريق عمد وبلطجة وسرق وبحوزتهم 353 قطع صلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 461 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 776 قطع السلاح ناري من بينها 123 بندقية و74 بندقية آلية و36 مسدسا و543 فرد محل الصنع وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 2401 فلقى متنوعة إضافة لـ 1195 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ثلاث ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 429 ألفا و192 حكما خضائيا من بينها 1683 حكم جناية و159956 حكم حبسة و206217 حكم غرمة و61336 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 20 تشكيلا عصابيا ضموا 56 متهما قاموا بارتكاب 95 حادث سرقة متنوعة وتم كشف أمود 61 حادث ما بين خطل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبوها بإجمالي 108 متهم وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1568 قضية إدجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1624 متهما وبحوزتهم أكثر من 156.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وقرابة 8313 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 23.5 كيلو جرام إضافة إلى ما يقرب من 23 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 61.612 قرص مخدر استقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفدا من شباب الدارسين في الخارج في زيارة للمجلسين وذلك للإطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية وتجربة المشاركة السياسية للشباب في مصر يتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة والشؤون المصريين بالخارج وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتفعيل أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج ضمن مبادرة شباب الدارسين بالخارج وأشرت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم إلى أهمية تعريف الدارسين بالخارج بطبيعة الحياة البرلمانية وتجربة المشاركة السياسية للشباب في مصر أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيا في واقعة وفاة امرأة على خلفية اعتداء ثلاثة متهمين عليها داخل مسكنها بحي السلام وأكد بيان للنيابة العامة أنها أخترت بوفاة رب منزل وليست طبيبة كما أثير على مواقع التواصل الاجتماعية وأوضحت النيابة أن شهادة جارة المجن عليها أكدت تقييد المتهمين ثلاثة شخصا داخل المسكن وإسراع المجن عليها وقتئذ نحو شرفة وإلقاء نفسها منها لتسقط مفارقة للحياة واستجوبت النيابة العامة المتهمين الثلاثة فأقروا بارتكابهم جرائم حجز مجن عليها وأيضا كما تؤكد أن نيابة العامة ضرورة الالتزام بما تصدره من بيانات في الوقائع التي تباشر التحقيقات فيها أعلنت وزيرة الصحة هلزايد إنشاء منصة عربية لمجلس وزراء الصحة العرب لتبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول جاء ذلك خلال رئاستها اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بصفتها رئيسا للمكتب لمناقشة جدوى الأعمال الدور الرابع والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب وذلك عبر تقنيات الفيديو كونفرنس ودعت الوزيرة الدول العربية إلى مواصلة تقديم الدعم الطبي للدول التي تعاني من تحديات صحية منية المحافظون الألمان بالزعمة المستشارة أنجلا ميركل بهزيمة كبيرة في انتخابات محلية اجريت في ولايتين في غرب البلاد وفقا لاستطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع يتي ذلك قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات التشرعية في سبتمبر المقبل قطل شخصان وأصيب آخرون اطرأت لقنار خلال حفل في مرآب سيارات في ولاية شيكاغو الأمريكية وقالت الشرطة الأمريكية إن أحد المشاركين بالحفل أطلق النار ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة عدة أشخاص مشيرة إلى أن خلافات بين رعاة الحفل اندلعت على إطرها اشتباكات ختاما تذكير بعناوين النشرة رئيس سيسي يواجه ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدود ومتوسط الدخل مدبولي يؤكد أن الهدف من تطبيق قانون التصالح في مخالفة البناء والحفاظ على التروة العقارية وضبط منظومة العمران المحافظون الألمان بزعمة ميركل يتكبدون هزيمة فادحة في انتخابات محلية أجريت في ولايتين في الختام نحيط المستدى المشاهدين أن التردد أكسترونيوز الجديد 11.785 ومعدل الترميز 27.500 ومعامل استقطاب رأسي شكرا جزيلا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة